يا صباح الجمال على كل مشاهدي قناة الصحة والجمال صباح الاخلاق الحلوة صباح الروح الحلوة صباح كل حاجة حلوة عليكم وعشان اخلاقنا حلوة اتعودنا كلنا نقف مع بعض في الصراء والضراء وامبارح طبعا فقدنا نجم غالي علينا كلنا نجم ربنا يتغمده برحمته ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يتغمده برحمته الواسعة ويلهمنا ويلهم اهله وزوية الصبر والسلوان فقدنا الجميل المنتصر بالله فبرنامج دارك بيقدم له تعزية بسيطة يمكن ده اقل حاجة نقدر نقدمها له ونسأل الله ان يلهمنا الصبر والسلوان ويتغمده بواسع رحمته ونبتدي حلقتنا النهاردة حلقتنا بعنوان مكارم الاخلاق مكارم الاخلاق في الدين مكارم الاخلاق في التعامل مكارم الاخلاق في كل حاجة في الدنيا عشان كده قررت النهاردة يكون معينا في فضيلة الشيخ احمد سمير الازهري اهلا من حضرتك كيف انه منورني أحمد الله فيك الحمد لله دايما يا رب الحمد لله دايما وأبدا فضلت الشيخ احنا بنعيني من مشكلة وبتتفاقم يوم عن يوم في كل حاجة مشكلة الاخلاق فقدنا قيم غالية علينا فقدنا مبادئ فقدنا اخلاقيات حتى في سلوكيات الطريق صحيح فأنا يعني ربنا هديني لحضرتك عشان تكون دي في النهاردة ونتكلم باستفادة اكتر عن الموضوع بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله اللهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله أن جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال له ربه وإنك لعلى خلق عظيم فالحمد لله على هذه النعمة العظيمة والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فالنبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة لنا صلى الله عليه وسلم ولو نظرنا لما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن كان خلقه القرآن وهذا معناه أن كل خصلة خير أمر القرآن بالتخلق بها فهي من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لو نظرنا إلى الآية وإنك لعلى خلق عظيم قرآن استعمل حرف على التي تفيد الاستعلاء صلى الله عليه وسلم فلم يقول وإنك لصاحب خلق بل قال وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته يعني فليأته الموت وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وأن يأتي إلى الناس بما يحب أن يؤتى به إليه وأن يأتي إلى الناس بما يحب أن يؤتى به إليه فلو نظرنا الأصل الإيمان فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر لأن الإيمان هو الأساس الذي ينبني عليه كل شيء أن تؤمن بالله إلها ربا خالقا مالكا رازقا سبحانه وتعالى خلق كل شيء ولا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء خلق السماء ولا يحتاج إليها خلق الأرض ولا يحتاج إليها خلق السماء وجعلها مسكنا للملائكة فالملائكة هم سكان السماء خلق الأرض وجعلها مسكنا للبشر وغيرهم خلق العرش لا ليجلس عليه ولكن خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته فلا العرش يحمله بل العرش وحملته محمولون بلطيف قدرته سبحانه وتعالى الله لا يحتاج إلى شيء من خلقه وهذا من جملة الإيمان الإيمان بالله يعني إنسان يعرف ما يجب لله وما يستحيل عليه وما يجوز في حقه سبحانه وتعالى فيجب لله صفات الكمال التي تليق به ويستحيل عليه كل صفات النقص مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك كل ما دار بالبال والخيال فهو بخلاف ذي الجلال والإنعام سبحانه وتعالى فكل دم مقتضيات الإيمان نعم فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وأن يأتي إلى الناس بما يحب أن يؤتى به إليه لذلك قالوا حسن الخلق هو عبارة من معاني حسن الخلق تحمل أذى الغير والإحسان إلى الغير أن تحسن لمن أحسن إليك ولمن أساء إليك النفس جبلت على المكافأة رد الشيء بالشيء فلان أعطاني هدية أعطي هدية فالإنسان أن يحسن إلى من أحسن إليها هذا سهل على النفس لأن النفس تحب ذلك أما أن النفس يعني هذا صعب عليها أن تحسن إلى من أساء إليها طب نقطة بقى وأنا أقف عندها دلوقتي في ناس بتقول أن لو حد أساء إليها وأنا ما ردتش الإساءة بأسوأ منها هيفتكروا أن هذا ضعف لا هذا ليس ضعفا للأسف ناس كتير جدا مفكرين للدنيا كده لو نظرنا إلى سلفنا الصالح لو نظرنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك كل الأنبياء كم كان عندهم من التواضع والأخلاق الحسنة هم قدوة الناس الله بعثهم ليبلغ رسالة ربهم وليقتدى بهم هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لو نظرنا إليه أخرجا يعني حاربوه في قومه افتروا عليه يعني ضيقوا عليه أخرجوه من قومه حتى إنه خرجا ووقف على مشارف مكة وقال الله يعلم أنك أحب البلاد إلى الله ولولا أن قومك أخرجون منك ما خرجت ومع ذلك لما عاد فاتحا منتصرا بعشرة آلاف مقاتل وكانوا تحت قبضته عليه الصلاة والسلام ماذا عمل عليه الصلاة والسلام قال اذهبوا فأنتم الطلقاء لو نظرنا إلى سيدنا يوسف عليه السلام إخوته ماذا فعلوا به رموه في البئر وبعوه صورة لأنه حر بسمن بخث بدراهم معدودة إلى عزيز مصر وفعلوا به ما فعلوا ويعني احترق قلب سيدنا يعقوب عليه حتى أنه فقد بصره نعم ومع ذلك كله لما صار ذا مرتبة عالية في مصر تولى يعني كما يقولون زارة المالية وصار كل الخزائن تحت يديه لما جاء إليه إخوته قال لهم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم لا تثريب عليكم اليوم فهذه أخلاق الأنبياء والأنبياء هم ساداتنا لذلك قالوا عادات السادات سادات العادات هؤلاء هم الذين نقتضي بهم هؤلاء قدوتنا بل لو نظرنا إلى الصحابة الكرام إلى سلفنا الصالح مثلا يروى عن سيدنا زين العابدين أن إنسانا يعني أساء إليه وأغلظ إليه في الكلام وسيدنا علي زين العابدين ابن الحسين كان لا يتكلم معه لا ينظر إليه فقال له يا هذا إياك أعني فقال له وعنك أغضي يعني لا أريد أن أرد الإساءة بمثلها لا أريد أن أرد الإساءة بمثلها لنا فيه نقطة مهمة جدا السوشال ميديا دلوقتي بتلعب دور مهم جدا صحيح تمام هنبتليها واحدة واحدة لأن مشاكل السوشال ميديا كتير جدا الله يبطل في موضوع الأخلاق ده وللأسف الناس بتستخدمها وغلط صحيح أول حاجة الجهل الديني يعني فيه بوست طبعا مشا نقول بوست كان إيه بس فيه حد كان بيقول أين أنت يا عمر فرد عليه بني قدم جاهل دينيا ويمكن أنا طلعت تبلايف ويعني مش عايزة أقول بقى أنا قلت إيه أبداع بيقول عمر جات لكرونا الجهل الديني وصل بنا إن إحنا نستخف بالدين وبأولياء الله الصلاحين اللي محدش فينا هيوصل لمكانتهم أساسا هو سبحان الله العظيم في عبارة قال من عرف حده فوقف عنده يعني هذا من أحسن الناس إنه الإنسان أن يعرف حده صحيح النهاردة يعني لو نظرنا إلى كل العلوم إلى علم الطب لا يستطيع أحد أن يخرج ويتكلم فيه إلا إذا كان متخصصا إذا كان مهندسا إذا كان كذا إلا الدين صار وكأنه مطية لكل أحد من يعرف ومن لا يعرف صحيح لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا فقال حذرنا من الفتوى بغير علم فقال من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض وقال من قال في القرآن برأيه أخطأ ولو أصاب يعني حتى لو أن كلامه وافق جانب الصواب وافق الصواب إلا أنه أخطأ لتجرؤه على الفتوى بغير علم لأنه كان من الممكن أن لا يوافق الصواب لذلك الإنسان إذا نظى إلى هذه الأمور إذا وضع بين عينيه قول الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد سواء كان الإنسان تكلم تلفظ أو كتب لذلك قال فلا تكتب بكفك غير شيء يعني يسرك في القيامة أن تراه الإنسان ينتبه إلى مثل هذا هذا سيدنا عمر رضي الله عنه يعني الذي قال ما ترك الحق صاحبا لعمر سيدنا عمر الذي كان من تواضعه أنه ذات مرة كان على المنبر ثم قال من غال في مهور النساء كذا وكذا يعني من أخذ شيئا أكثر من الذي يعني وضعه النبي لابنته فاطمة لا أخذن زيادة ولا أضعنها في بيت مال المسلمين فقامت له إمرأة ولكن كانت عالمة كان عندها فقه قالت له ليس لك ذلك يا أمير المؤمنين وذكرت له بعض الأيات من القرآن التي تدل على ذلك فسيدنا عمر انظروا إلى تواضعه قال كل الناس أفقه من عمر كل الناس أفقه من عمر أصابت إمرأة وأخطأ عمر هذا سيدنا عمر صحيح رضي الله عنه أرضاه وكرمه واجهه أمين يا رب العالمين ويلحقنا به في الجنة إن شاء الله طبعا إحنا بنتمنيها فتنقول يا رب في نقطة تانية برضو يا مولينا تصيد الشباب على الفيسبوك وطبعا خدش الحياة بكلمات خادشة ما كناش متعودين على كده هل تقاب البشرية كما يقولون بالظبط يعني إحنا ما كناش متعودين على كده هل السبب السوشيال ميديا ولا هل السبب إن إحنا أخطأنا في استخدامها ولا هل السبب إن إحنا فعلا فقدنا سلوكيات وحاجات لدرجة إن فيه بني أدمى الله يا مشاهد ما فيش ناعم بقى نقول اسمها منزلة الصفحة بتقول الجيل الجديد اللي طالع هيتجرد من الحجاب لبسي بنتك قصير وعليان أنا طبعا مش ضد التحرر يا جماعة بس أنا بقول اللي حصل بالنص اللي يخص يخص الحجاب مش حاجة تانية خالص لبسي بنتك قصير وعليان سمعهم موسيقى علميهم إنجلش عشان يواجبوا العصور اللي جاية ما فيش داعي من الحجاب وخليك أنت محبوسة بيه الحجاب اللي منعت من شغلك أنا برد عليك بقولك أنا شغالة ولابسة حجاب على فكرة الحجاب اللي مش ما خليكي متجوزة أنا برضو متجوزة قالت على الحجاب بلاوي سودا يعني أنا حصل لي حالة استياء من الموضوع وجاية مضايقة جدا سبحان الله العفو نعم شيء يعني وانعرف حده هو قف عندهم الإنسان ينبغي يعني كما قلنا الإفتاء بغير علم كذلك الإنسان لما يتعلم لما يتعلم فيعرف ما يجب له يعرف ما يجب عليه من الأوامر وما ينبغي أن ينتهي عنه فيفعل الأوامر يؤدي الواجبات يجتنب المحرمات فيعرف ما له وما عليه الأمر ليس يعني كما قالوا من اتبع الهوى هوى من اتبع الهوى هوى فكثير من الناس اليوم حتى في بعض الأمور الدينية يتبعون أهواءهم أن هذا الأمر هو يعجبني تهواه نفسي فأنا أريد يعني أن أدعو الناس إليه الأمر ليس هكذا الله قال في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ما معنى؟ قالوا معناه أي علموا أنفسكم وأهليكم الخير الإنسان يتعلم الحلال ويتعلم الحرام وهذا يعود إلى أي شيء؟ يبقى العلم في المقام الأول الإنسان لما يتعلم لذلك لو نظرنا إلى القرآن لوجدنا أن الله سبحانه وتعالى ما أمر نبيه بطلب الازياد من شيء إلا من العلم فقال تعالى وقل رب زدني علما هذا أمر أول وسيدنا علي والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه البيهقي طلب العلم فريضة على كل مسلم أي العلم الذي يجب على كل مكلف أن يتعلمه الفرض العيني من علم الدين ما يصح به إسلامه ويحفظ به إيمانه وإسلامه يعرف به الحلال والحرام وبعض أمور المعاملات ويتعلم معاصي البدن والجوارح وبعض الجوارح كاللسان ونحو ذلك إنسان لما يعرف ذلك كل ذلك فماذا يعمل يصير عند ذلك؟ يعرف هذا يجوز هذا لا يجوز هذا ينبغي قوله هذا لا ينبغي قوله هذا أتكلم به هذا لا أتكلم به والمرء منكب تحت لسانه فالأمر الإنسان إذا نظر إلى ذلك كله يبقى العلم ثانية التربية وهذه فقدناها في كثير من بيوتنا صار الأمر اليوم يعني الأب أو الأم إذا كان الولد في البيت مثلا يعمل دوشة ونحو ذلك فنرهم ماذا يقولون له إنزل الشارع أو دي التليفون أو خليه يعد على اليوتيوب بدون رقيب بدون ما ينظر ماذا فيه يعني هذا الأمر السلاح ذو حدين كما يقولون إنه فيه الخير وفيه الشر ولكن هل نحن هل راقبنا أولادنا الأم اليوم علشان تبقى شوية مركزة مع الفيسبوك أو الواتس أب ونحو ذلك فنلاقيه خلص ديهوا التليفون خليه يعد على اليوتيوب عشان ما يصدعناش عشان كذا فغاب دور التربية وهذا أمر يعني ننذر بكارثة عدم الاهتمام للجيل يعني الصاعد هذا أمر نعاني منه أين؟ نعاني منه في مجتمعاتنا اليوم ننظر ونرى يعني صلاطة في اللسان عدم احترام للكبير النبي علمنا عليه الصلاة والسلام ليس من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف العالمين حقه النبي بيّن عليه الصلاة والسلام لذلك ينبغي كل ذلك نقول يعود إلى العلم وكيف تكون التربية؟ بالعلم بحيث يتعلم كيف يربي ولده على أي شيء يربيه فيربيه على الأخلاق الحسنة والأخلاق الفاضلة نبين ذلك كله الأمر الثالث والذي يفقده كثير من الناس التواضع لأنه بالتواضع أنا أقبل منك وأنت تقبل مني لما نتواضع لبعض مننا لذلك النبي ماذا قال؟ قال خصلتان ما إن تجمل الخلائق بمثلهما يعني خصلتان ما إن تجمل الخلائق بمثلهما يعني معناهم مرتبتهما عظيمة طول الصمت وحسن خلق طول الصمت وقال عليه الصلاة والسلام إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع التواضع يعني أن تعرف للكبير حقه وأن ترحم الصغير إذا إنسان نصحك لا يقول هذا أصغر مني كيف ينصحني مدام ينصحك بأدب ينصحك نصيحة في محلها فعلى الإنسان أن يقبل منه وأن يسمع له لا يقول مثلا زوجتي كيف تنصحني أو هذه المرأة كيف تنصحني مثلا ونحو ذلك فبالتواضع والتطاوع النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث سيدنا معاذ وسيدنا أبو موسى الأشعري بعثهما إلى اليمن كي يعلم الناس ويدعو إلى الإسلام فقال لهما بشرا ولا تنفرا تطاوعا تواضع وتطاوع يعني كل منكم يتواضع لأخيه يسمع لأخيه إذا كانت هناك مسألة إذا كان هناك شيء تناقش فيها وليسمع كل منكم للآخر هذا نحتاجه في حياتنا يعني محتاجين في حياتنا أن نسمع بعض شوي وإحنا للأسف فقدنا برضو نقطة أن نقضي مع بعض ونسمع بعض بسبب بقى بالبلد كده الحارثة بتاعت الدنيا كل واحد محروس في حتة فالدنيا بقت صعبة جدا يا مولانا إحنا عايزين نوجه الكلمة أخيرة للأزواج دي بقى للأزواج كده مرة أتفرح بيك للأزواج فقط لأن من عند الزوج والزوجة هنبتدي نطلع صحيح جيل فاهم جيل على أخلاق جيل حميد من الأجيال اللي إحنا فقدناها حتى في الفن حتى في الرياضة حتى في الثقافة حتى في العلوم ما بقاش في الأجيال الأزيمة اللي إحنا كنا بنحبها زمان والأخلاق الجميلة والروح الطيبة دلوقتي كله بيجري عشان يتنافس دلوقتي كله بيجري عشان يعمل فلوس فقدنا حاجات كتير أبو في وسط الهرسة دي صحيح سبحان الله البيت هو اللبنة الأولى البيت هو اللبنة الأولى في بناء أسرة يعني ذلك النبي أرشدنا حتى قبل الإنسان قبل أن يتزوج أرشدنا كيف يختار الزوجة يختار الزوجة صاحبة الخلق صاحبة الدين لماذا؟ لأنه يترتب عليها أمور كثيرة والأمر مشترك بين الاثنين بين الرجل وبين المرأة بين الزوج والزوجة كل منهما كل واحد عليه مسؤوليات فينبغي أن ينظر إليها ينبغي أن يعرف ما له وما عليه وكل ذلك يعرف بالعلم لما يتعلم فيعرف ما له وما عليه فلما يتعلم ذلك فيعرف الشيء الذي عليه فيأتيه ويعرف الشيء الذي ينبغي عليه أن يجد تنيبه فيتركه ولا يأتي فيعمل بما أمره الله كذلك الزوج عليه مسئولية عظيمة لماذا؟ لأنه يعني عليه عماد الأمر الأمر هو الذي يوجه له القوامة وهو الذي يوجه فينبغي عليه أن ينظر وأن يراعي وأن يهتم لأولاده لا يترك المسئولية كاملة على الزوجة بل ينبغي كما قلنا الأمر مشترك بين الزوج والزوجة كل واحد ينظر ما عليه فينبغي أن يعمل به وكل ذلك كما قلنا إذا نظرنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أخلاقه عليه الصلاة والسلام وإلى معاملته عليه الصلاة والسلام وإلى إحسانه عليه الصلاة والسلام بل يعني نختم بهذه القصة أيضا حصلت يروى أن سيدنا علي زين العابدين سيدنا علي زين العابدين ابن الإمام الحسين هذا سيدنا علي زين العابدين كانت عنده جارية هذه الجارية كانت تصب له الماء كما يروى كانت تصب له الماء فوقع الإبريق من يدها فشج رأسه فنزل منه الدم الواحد مننا لوضع نفسه في هذا الموقف كيف يكون تصرفه؟ نعم نفسها نروي ننظر إلى سيدنا علي زين العابدين فماذا عمل؟ فقال نظر إليها رفع رأسه فقال هي تعرف أنه وقاف عند حدود الله يعمل بما أمر الله فقالت له الله يقول في القرآن والكاظ من الغيظة فقال لها كظمت غيظي لذلك النبي قال من كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة وخيره من الحور العين أيها شاء ثم زيادة على ذلك فلما قالت له والكاظ من الغيظ قال لها كظمت غيظي قالت له والعافين عن الناس قال لها عفلت عنك قالت له والله يحب المحسنين فقال لها اذهبي فأنت حرة لله تعالى بسم الله مشاء الله مع أنها يعني شجت رأسه ولكن انظروا إلى تعاملي هؤلاء ساداتنا ينبغي أن نقتضي بهم وأن نسير على هداهم كما كنا عادات السادات سادات العادات فعلينا أن نسير على دربهم وأن نقتفي آثارهم يعني حتى يخدم الله لنا يعني بالحسنة وبالخير وحتى ينصرح حالنا ويتحول الحال إلى أحسن حال إن شاء الله إن شاء الله وللحديث بقية إن شاء الله في حلقات كثيرة جاية إن شاء الله خلال قبل يعني نحن بدأنا عن مكارم الأخلاق بعدين إن شاء الله نفصل خاصة وإن داخل شهر المولد بإذن الله إن شاء الله تكون لنا حلقات بإذن الله إن شاء الله بإذن الله استنونا الفقرة الجاية هيكون معينا دكتور إبراهيم هو دكتور بايتاري هنتكلم عن تربية الحيوانات كل المهتمين بتربية الحيوانات الأليفة استنونا الفقرة الجاية مترحوش في أي حتة رجعلكم تاني